بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين كيف نفوز بيوم عرفة؟ العشر منذ الحجة هي أيام عظيمة وساعات ثمينة أقسم الله بها تبارك وتعالى في كتابه الكريم وقال والفجر وليال عشر هذه الليال العشر التي أقسم بها الله هي أيام العشر الأوائل منذ الحجة هذه الأيام اجتمعت فيها كل الطاعات وتعانقت فيها كل القربات فيها صلاة وصيام وحج وصدقات وهدي وأضاحي وصدقة وقراءة قرآن فيها كل ألوان الطاعات وكذلك فيها كل ألوان العطايا الربانية والكرم الإله الكبير إن هذا اليوم هو يوم التمام ويوم الكمال هذا اليوم الذي أنزل الله فيه آية عظيمة كريمة بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينة فهذا اليوم هو يوم التمام ويوم الكمال فكل شيء فيه مكتمل كل العطايا فيه مكتملة كل ألوان العطايا عطايا مغفرة وعطايا عفو وعطايا توبة وعطايا دنيوية وعطايا أخروية وعطايا طلبات وعطايا دعوات وعطايا استجابة لكل الأمنيات ولكل الدعوات وتحقيق لكل المستحيلات وكل الرغبات كرم الله في يوم عرفة وفضل يوم عرفة على المسلمين حجاج وغير حجاج فضل كبير وكرم كبير جدا 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 يتنزل فيه رب العزة ملك الملك خالق السماوات والأرض مالك الكون يتنزل فيه إلى السماء الدنيا تنزلا يليق بجلاله وكماله وصفاته وأسمائه وقدرته سبحانه وتعالى ويباهي بحجاج بيته الحرام ملائكته في الملأ الأعلى ويشهدهم أنه قد غفر لهم روى مسلم في صحيحه من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول ما أراد هؤلاء أي ماذا يريدون هؤلاء الحجاج القادمين من كل فج عميق شعثا غبرا وتحملون مشقة السفر والمبيت في العراء والقدوم إلى البيت الحرام يدعون الله ويتوسلون إلى الله أن يجبر كسرهم ويغفر ذنبهم تائبين إلى الله عائدين إلى الله يرجون رحمته ويخشون عذابه يستغفرونه ويتوبون إليه ويعاهدونه على عدم العودة إلى الذنوب مرة أخرى ما أراد هؤلاء وفي رواية مرسلة أن الله سبحانه وتعالى يقول لملائكته انظروا انظروا عبادي أتوني شعثا غبرا من كل فج عميق أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم اللهم اغفر لكل حجاج بيتك الحرام ولغير حجاج بيتك الحرام منعنا الوباء من الحج في هذا العام ندعو الله أن لا يحرمنا بذنوبنا وبسيئات أعمالنا آمين رب العالمين من حديث أنس بن مالك قال وقف النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة حتى كادت الشمس أن تؤوب فقال النبي يا بلال أنصت لي الناس فقام بلال وناد في الناس وقال أنصتوا لرسول الله فأنصت الناس فقال النبي صلى الله عليه وسلم معشر الناس أتاني جبريل فأقرأني السلام من ربي عز وجل وأخبرني أن الله تعالى قد غفر لأهل عرفات وضمن عنه متبعات فقام عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال يا رسول الله أهذا لنا خاصة فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا لكم ولمن أتى من بعدكم إلى يوم القيامة الله هذا لكم ولمن أتى من بعدكم إلى يوم القيامة فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه كثر خير الله وطاب كثر خير الله وطاب تباركت ربنا وسعت كل شيء رحمه تباركت ربنا يا أرحم الرحمين يا رب العالمين اشملنا برحمتك وبعفرك وبغفرانك يا رب العالمين يوم عرفة يوم تتنزل فيه الرحمات قال النبي صلى الله عليه وسلم ما رؤي الشيطان في يوم هو أصغر ولا أدحر ولا أحقر ولا أغيض منه في يوم عرفة وذلك لما يرى من تنزل رحمة الله عز وجل وتجاوز الله عن الذنوب العظام هذا الفضل وهذا الكرم لأهل عرفات أما الذين لم يكن لهم نصيب أن يقفوا على جبل عرفات من المسلمين فلهم أيضا فرصة ولهم أيضا مجال ليفوزوا بهذا الكرم الواسع وليشملهم كرم الله عز وجل فإن الله أكرم وأعظم من أن يشمل أحد برحمته وعفوه وكرمه ويمنعهم من غيرهم روية عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من أيام العمل الصالح فيها حب إلى الله تعالى من هذه الأيام يعني أيام العشر منذ الحجة قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء فالأعمال الصالحة مفتوحة مجالها مفتوح طوال الأيام العشر وخاصة يوم عرفة ويكفي أن صيام يوم عرفة يكفر السنة الماضية والسنة الباقية جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل عن صيام يوم عرفة قال صوم يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده لغير الحاج هذا لغير الحاج فإن الله سبحانه وتعالى يكفر بصيام يوم عرفة ذنوب السنة الماضية وذنوب السنة القادمة مجتنبة الكبائر يوم عرفة يوم عظيم والدعاء فيه مستجاب فلنا أيضا فيه الدعاء وأفضل ما يقوله الحجاج وغير الحجاج لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ماذا لنا أيضا غير الحجاج لنا التوبة وهذا أفضل ما يقوم به العبد أن يتقرب إلى الله بالبعد عن المعاصي أولا ثم الطاعات ثانيا التوبة هي خير ما نقوم به في هذه العشر في يوم عرفة خاصة توبة صادقة نهجر فيها المعاصي والذنوب ونبتعد عن كل ما يغضي بالله عز وجل ونعاهده عهدا جديدا أن نظل في طاعته وأن نبقى على العهد ما حيينا ونستغفره ونتوب إليه ونندم على كل ما بدر مننا من سيئات وذنوب ومعاصي فالتوبة عبادة جليلة عظيمة في كل الأوقات العادية فكيف هي في هذه الأيام المباركة وكيف هي خاصة في يوم عرفة توبة والاستغفار هي مفتاح كل البركات وبوابة كل الخيرات ونور وتيسير ومسرات وعفو ومغفرة فاللهم يا رب العرش العظيم اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك توبة نصوحة فاقبلنا ولا تردنا وعفو عنا واغفر لنا يا أرحم الراحمين اللهم يا من أقسمت بالفجر وليال عشر بارك لنا في هذه العشر وارحمنا يوم الحشر واقضي حوائجنا وحقق مرادنا واجبر خواطرنا واصرف عنا كل شر واجعل لنا في هذه العشر مباركة دعوة لا ترد وتوبة صادقة وحجة مقبوة قبل الممات يا رب العالمين واحسن خاتمتنا وشفع فينا القرآن جعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك اللهم اغفر لنا واعفو عنا اللهم تجاوز عن سيئاتنا اللهم تقبلنا اللهم ارفع درجاتنا اللهم إنا نستغفرك من كل ذنب وخطيئة ونتوب إليك ونعهدك يا رب العالمين على الطاعة ما أحييتنا وما أبقيتنا وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وكل عام وأنتم بخير وتقبل الله طاعتكم الله أكبر وليله الحامد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر